انطلقت عروض مصرح المواجهة والتجوال في 32 قرية ومدرسة ومركز شباب بخمس من المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 جاء ذلك في إطار المرحلة الرابعة للمشروع وقالت وزيرة أسقافة إن مشروع مصرح المواجهة والتجوال يستمر في تقديم العروض المصرحية التي تسهم في رفع الوعي وتنمية الروح الوطنية من خلال عدد من القضايا والموضوعات المهمة مؤكدة أن مشروع مصرح المواجهة والتجوال قدم عروضه المتنوعة لمختلف الفئات وشامل مناطق كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية